السلام عليكم السباح خير عليكم اخواتي كديرين لبس عليكم اليوم فايقنا في السباح انا ويوسف ولقينا الخير هنا يا مخطوط فوق البوتاجي لا خاص محمد مشاف السوق وتصخر لينا هنا يا شوية الديسهر وشوية الفواقه والصافي هنا يا محمد جبت لي هنا الخضر ديال التعم على خاص ديما غاري نوزد الكوسكس ان شاء الله وهاد هو الكيز وهنا المقور وهنا سو اسمه الباطيخ وشوية هنا يلديسهر الحمد لله ودك سا قلت راسي باقي مفطار تعالى راكم عارفين عاد فايق انا ويوسف وبلات علي وغارين سكتف ديك الخضر وفواكه على خاصة غسل ديك الفواكه وقلت راسي بلاتي خلينا نفطر هنا يا سيف فطور كفيفة ودراري صافي اعطيتم شوية مسكوتة وعطيتم شوية حلبة شوية شربة ودك اللي فطور ديال عملاء خاصة في يعني تعطل وقت راكم عارفين وقت الصيف كان نوضو معطلين وكان نعزو معطلين كان صحروا في الليل في مطوم ما عرف اذا كامل بحال يعني ما عرف اذا انتم محطت انتم بحال نحنا كيبكة صحران في الليل وصف ادلت هنا شوية مسكوتة وشوية حرشة ومشيت بس فطرت هنا في الصالون ودك سال الحمدلله فطرت دك سلي كتب الله ودربت هنا شي كافيفة صياخت هنا يفصالون وكامل الدار دربت شي صياخة كافيفة وصف ادراري خليتا يعوم في اللابيسين صغير في جواز الطويلة حشاكم ودك سال نوضو ونكمل خدمة ديالي الاخص طبعان خدمة وصف هنا غري نوجد هنا الكوسكسو عندما قدلت هنا الماطاشة وشوية التقارة وشوية البصلة وغري نتحن دك الشيش وهنا ياللحم شوية لحم ودك ساعة غري نزيد الماء وصف دك ساعة غري نضيف دك دك المقاونات ديال ديالتعام ديالكسكسو مرقة ديالكسكسو ديالكسكسو شكين جبيل وقركم وبزار وملح وزيت ودك الشي لمسائل ديالكسكسو وصف دك سا غري نزيديني ايه شوية هندي هنا شوية الخمص دروري صراح التعام بالخمص ودك سا غري نصد دك الكوكو ديالي غري نخلي دك شي طيبة لخاطره وصفي دك سا غري نودن خدم الخدمة ديالي غرفتو يوسف صراحة دايما كيفتح ديالة اللازة ديالي ومعرفسنو حال هاد هو حالي درتو انتم بس متحلي وصفي هنا يا اخوتي غري نكمل نستكسو في ديالك الشي اللي محمد خير لجاب لي هادا نانا ولا اقامة قندر بحال دك طريقة هادا بس ما يخصر ليهش دغيا فمتو قوعد تنليف شتيتا وقد ندخلوها في الميكا وتندخلوها في اللازة سا في دك سا جماعت تكشي كامل غسل في الديسير وغسل تكشي اللي خاص تغسل وسكتشف دك سو اسمو الخضار وغطيتو دك سي كامل في بلاسة ديالو وعرفتو تنشقو تندير لغدا سا في اول سي تاب دك اللحم وغار ندير هنا يلا كيزو وعن هنا يلا الخضار هادا من بعد هالطف الاخر غار نديرو على خاص دغيا طيطيب دك لغارة حمرة وغارة اخدر وصافي هنا غارة ديرت هنا يلا مأسخونا دغيا بس دي غارة نتفورو دك التعام وغارة دير التعام هنا غاي شوية راكم عارفين غاي انا ومحمد ودراري ما كيعقلو سبزة وراكم عارفين يعني التعام كي تكتر فانتوا خاهاك عبيلو الماء وكي تكتر وصافي دك سا غارة نتفوروه هنا ودك بعد ما نشوف دك دي سير دك هذا غار نديرو هنا وبس ندخلوه في التلازة بس يبردو وصافي هاد هو صراحة كل شي كل شي غالي كل صغلاء يعني دي سير فواكل كل صغلاء اللي يكون في احسن في عوان دك الوقاية اللي نحنا دابا سوف دك السعر كتبت دك شي كامل في التلازة ديالي والحمد لله سالي تكشير ومن بعد اخواتي غارين حطو دك لحم وهادا في البارمة ديال كوسكسو بس غارين فوروه تماما مع بعض تعم فمتو لخص طايبة دك القيزو ودك اللحم وغارين نديرو في الاخر دك غارة حمرا وغارة اخضر في الاخر ودك الكوزبرو ماغنوس وصافي دك سا غارين زيد شوية الماء وغارين حطوها فوق النار وغارين خالي يطيب دك شي كامل خاطر فمتو سافي هنا اخواتي بقالي غير دك الفروز لمحمد جبلية قلت له لو كان قطعتي عاد جبتي والاخرس الجاز ما كان عرفت بزر نقطعه صراحة كي طول وكي شد لي الوقت سافي انتم كيفس طريقة بس تنغسل الجازة تندير دك الحامود وشوية الملح وخل وتنديفه هنا شوية الماء وصافي دك سا تنرونه دك شي اعاد دك الفروز اللي غسلنا مزيان غارين نعوده نغسله ثمه ولكن غارين فتحوها دك رجرين وصدر دي الجاز غارين فتحوها بس بس يدخلوا دك شرمولة دي الهانه وما قيبقص قريحة فمتو كان دائما انا طريقة بس تنغسل الجازة بحل هاد طريقة هادة وما قيبقص رايحة فمتو دك سا تندخلوها في الثلازة ومن بعد الى بغيت تدير يعني مدة الليل ودك سا قندخلوه في الثلازة وفي الصباح كان غسلوها وكان حطوه في الصفايا يوسف كتغوت كان حطوه في الصفايا ودك سا قنديروها في الميكا وكان لوحوها في الفريقو وما يبقى صريحة نهائيا سا في دك سا دروري غار نغسل دك سيف جافرنا في اللفاب وهاد هو التعم ديلنا اخواتي انتم اللغاداء ديلنا والحمد لله الخير موجود دك سا اخواتي تغدينا في الأشياء غار نمشو سيبلاصة غار نمشو ان شاء الله في الحاجب دك الحاجب نحمق عليها وقنرطح بزيف وصار عمبار دل حال تما في الحاجب في الحاجب سا في غار ندي معاي سي مسائل بس إلا كنجان الجو غار ناكله غار ناكله غار ناكله غار ندك الحليب ساخنت الحليب ودرته في الترموس وغار ندير هذا وغار نديره وغار نديره وغار نديره نديره في الحاجب وصراحة ديزنا نهار وقيت زوينة وخبعي ده ماشي مشكلة وغار نديره وغار نديره وغار نديره وغار نديره وغار نديره لأنه تضر النظار وينقر يا فوايح وغار نديره كذلك هذا يجب أن نشد طريق الشمش ونحن نشد طريق الحاجب ونحن نشد طريق الحاجب دائما 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 تخنط سوف دخلنا في الصوخة هنا فقط نشاهد ما نقين ولكن لم يكن حتى حاجب نستطيع التحية للناس في الحاجب صراحة سعدتكم هنا في الحديقة لنس في الحديقة سوف يرون هذا الفيديو ويعرفون مين كان سوف داكسا أخواتي وصلنا هنا في الحديقة وفرشنا هذا فراشة هنا فقط نستطيع التحية ونستطيع التحية للطبيعة سوف يجب أن نستطيع التحية لكتب الله أخواتي هنا والدرار يأكله حتى نحن شبعاتنا الخير موجود هنا الحمد لله ومن بعد داكسا أخواتي أكلنا أجمعنا داكسي وقامنا في الحديقة وعرفتوا عمر بالناس والصراحة الدراري تفوزوا بزيف حتى نحن تفوزنا وعرفتوا برد محمد قال له كان يحسبني كان برد هنا يأزبت زيكات ديالي أخواتي أخواتي رجعنا بحالاتنا مع داك 11 في الليل وصراف يا أخواتي هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا وكنت سمنى نقبلوا علينا هذا الفيديو أخواتي صراحة كان شكلكم بزيف بزيف على التعليق ديالكم زوينينا وصراحة هنا في الحاجب أخواتي دائما تنجولها ما تنشبع أقا ما تنشبع يلا أخواتي إن شاء الله نشوفكم في الفيديو آخر تعالى في رأسكم مع السلامة باي باي ترجمة نانسي قنقر